محطة الخمسة روح القدس مش مفهوم بالنسبة للمسلمين كلمة روح أصلاً يسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي محدش يعرف يعني إيه الروح شيء مبهم كده ومش مفهوم روح القدس هو المعية الإلهية اللي احنا بناخدها من خلال عمل الصليم المعية الإلهية اللي بتخلينا نقدر أن احنا نختار طريقنا ونتغير كل يوم هي اللي بتيجي في الأوقات الصعبة معي الإلهية اللي بتجينا في الأوقات الصعبة علشان تطبطب علينا روح القدس هو المعية الإلهية الله معي الله يسكن فيي أنا عايز أقول إن لو أنت محتاج الحب ده لو أنت محتاج الاحتواء ده لو أنت محتاج هذا الرفيق الروح القدس هو المعية الإلهية هيقودك هيوريك السكة فيه هيختار معاك سكتك هيطبطب عليك وإنت متعبانه مش عارف تعزي نفسك إزاي لو فقدت حد مش عارف تعزي نفسك لكن هو يقدر يعزيك هو يقدر يكون جواك رجاء للمجد يفرحك ويملك سلام هو حتى لو الأمور اللي حواليك صعبة الصليب مش جهالة مش مش للمسحيين الصليب علاقة الصليب خطوة علشان الله يمشي معاك دربك ويغيرك وتحس بحبه وتحس باحتواءه وتلاقي نفسك بتتغير من تلقاء نفسك من غير ما تبزل مجهود من غير ما تقول أنا عايز أتغير هي ده هي الحاجة الأساسية أن أنا أحس أن الله هو رفيقي هو اللي بيمشي معايا هو اللي بيحميني هو اللي بيرعاني ده معنى لكلمة الشفيع الملازم الرفيق اللي بيسير معاي جنبا إلى جنب في كل طريق حياتي هو اللي بوجهني هو اللي ببكت على الخطيئة لكن هو بنفس الوقت اللي بوجهني ليسوع المسيح هو اللي بيعلمني هو اللي بذكرني هو اللي بيرشدني هو اللي بيملأني المحبة يسوع هو اللي بخليني منحصر في هذا المحبة وفي خدمة يسوع لأنه هذا هو عمل الروح القدس عمل الروح القدس رهيب عمل الروح القدس ده يعني ملوش مسيل الآيات يعني أنا نفسي أقرأ بعض الآيات سريعة فضل وكذلك الروح القدس يعين ضعفاتنا تخيل أنا ضعيفة الله يعين ضعفاتي الله الروح القدس يشفع في بأنات لا ينطق بها فهو شفيع يشفع جوايا بأنات لا ينطق بها بيقول في رميا وليملأكم إله رجاء كل سرور في الإيمان تزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس يعني الرجاء اللي في بقوة الروح القدس أنا مش هيبقى عندي رجاء من غير الروح القدس من غير عمل الله اللي هو بيلازمني يعني وجود الله اللي بيلازمني ده اسمه الروح القدس ملازمة الله لي كإنسان اسمه الروح القدس بيعزيني بيذكرني بقى بالمسيح قاله عايزة أقول إن يمكن إحنا أنا مش حافظة الكتاب المخدس من الأول لغاية آخره في ناس حافظين القرآن القرآن طبعا جزء صغير جدا لو إحنا قررنا بكتاب المخدس ما يجيش قد الأمثال مثلا لكن الغريب إن الروح القدس ممكن يفكرني بآيات في الكتاب المخدس أنا ما كنتش حافظها يفكرني بوعود الله الحياتي ده معناه إن هو بيذكرني بكلام الله يعني بيمشي معايا وفي الوقت اللي أنا محتاجاه بلاقيه معايا مش بجري على بني آدم أخذ منه مثلا إرشاد أجري على حد يساعدني لكن ده وعد إن الله ساكن فيي بروح ملازم لي لا يتركني ده حاجة من الحاجات يعني واحدة من المحطات اللي عملت فيي أنا شخصيا نقلة في حياتي إن أنا عارفة إن ربنا مش بعيد مش متعالي مش في السماء مش سيبني الوحدي في الأرض الله معايا لا يتركني ولا ينساني